اشتركوا في القناة تعي زينب تدرك زينب تسعى في ثورتها أن تكون على خطى زينب ومن هنا اقبلوني زينبية كأنتن حرائر البحرين رسائل أربع هن سأواجه هن لكن يا فتيات الدين والوطن رسالة العفاة يا زينبيات ثورتنا المباركة يا الله لحضوركم الثابت في الساحات ويا لصمودكم الراقي في الساحات ويا لهيبة صور بعضكم الزاهية بالعفا في حيث الملاحم الله الله يا فتيات الدين والوطن في عفتكم الله الله يا بناتي في ستركن ولنكن كما أراد لنا الرموز القادة في المعتقل حاضرات في ساحاتنا بحضور ملتزم المهيب حضور يوصل الصدى عاليا بالتلبية للدين والوطن بالحشمة لصيانة هذا الوطن وحفظ كل مقتسباته لنثبت صدقة البيتنا عندما نلبي البحرين ونلبي إسلامنا ونلبي الفقير لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين لبيك يا إسلام لبيك يا فقير رسالة الناس رسالة الصبر وأي رسالة هذه في محضر الصبر الذي أراه ماثلا أمامي فالمرابط هنا وفي مخيلتي للمعتقلات المجاهدات خلف القطبان سلاما على الصبر الذي تملكونه يا من بعه ويا جذره أخواتي بناتي وكل من يحضر المحفل نحن أصل الصبر والصمود فلنترجمه ونبثه للعالم ولنحرك روح الصبر والصمود في نصف نثباني لنقول لهم صبرنا صمودكم وصمودكم صبرنا شعارنا واحد وقضيتنا واحدة رجالا ونسوة ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة حتى الناس رسالة الصمود يا حرائر هذا الوطن الغالي يا حرائر التضحي والصمود رسالتنا من هنا ونحن الزينبيات الثائرات صمودنا إلى آخر النفس حاضر نحن الأمهات والزوجات الفاقدات في عوائل الشهداء والعز رسالتنا هي رسالتكم صمودنا قطع الانقطاع صمودنا مقاوم للظلم والظالم صمودنا الذي جعلنا نخط الصن والأكثر في الحضور والتواجد في كل الساحات وفي كل المجالات في أقصى لحظة اليوم المرأة المسلمة مرابطة في كل المحافل في أقصى العالم حيث مأتمرات الوطن وفي قعر الوطن حيث اللهب الحارق والموت الغير معلوم كل الحضور نهتف ولنسمع رموزنا والقادة وكل من يرابط منها هنا من المقابة المضحية مقابة أبو عمار والرجال صبرا يا أسود فكلنا صمود صبرا يا أسود فكلنا صمود رتبوا معي رجائب صبرا يا صمود رسالة الوفاء أخجل أن أتكلم في كل الوفاء الذي أراه ماثلا أمامي ولكنها الرسالة الأقوى والمكان الأقوى والصدى الواسع يا قوافل الفدائيات في خطى زينب الكبرى عليه السلام لنا موعد تلبية مهمة إنها ذكر الشهداء من خطو ملاحم العز وأحيوا فينا روح الثورة منذ الشهداء في العشرينات وإلى اليوم نقول للشهداء في أرضنا الغالية أنتم عيدنا وأنتم نصرنا وأنتم فخرنا في 17 ديسمبر في المنامة موعدنا والوفاء لكم محورنا المنامة وهتافنا نردده ليهز كل الجدران ويختر كل ضمائر الأمة بالروح بالدم نفديك يا شهيد 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 شكرا لكم زوجة الشهيد كريفة خرعوا